يا مرحبا وأهلا وسهلا أعزائي المتابعين والحلوين والجميلين كان في وائد ناس تطلب مننا مناطق قبل طبعا بعدنا في مشروع المطار مشروع المطار مشروع بخام شوية هتقول أماكن للترفية حلو وكان يحددوا لي ويهبوا بسمة هاي ويهبوا بسمة هاي بروحها الله يسعدكم ويرسم لكم البسمة رسمتون للبسمة على ويهي فهذا المقصد فيه الليجر ولا الوناسة هذا حطينا أكثر من مكان لكن ما بنحطيه نحن اللي هني بنحطيه طبعا التورزم ولا السياح نحن نبني بسياح لستي سكايلين ترى في عندنا هني اختار واصل في عندنا مترو للحين داخلي طبعا لكن ما نسوي مترو خارجي هني أظني سياج المطار هو اللي مسوي أزمة أمنية لكن مو مشكلة عادة بعدين بنسوي له ترتيب هذا اللي ما بأحطي كل مكان شبك أنا يعني يعني الحين إذا حطيت كل مكان شبك ترى ما استوى حلو يا أخي يعني استوى المكان سجن يعني هل مفروض أحول المطار إلى سجن بعد منطقة ضعيفة شوية نو تذكرون هل مطار كانوا شويتين ضخم زين هم يبون مننا نحاوط المكان كامل بالسياج المفروض على أساس أنه شو يسوي بالطريقة هاي ويقعد يحاوط المنطقة هاي ولا منطقة المطار نفسه ممكن أن نوصل عليه تحت الجسر بعدين محد يعرف شو السالفة وخلاص لكن في منطقتنا نفسها اللي هي هاي المنطقة اللي موجودة عندنا حاليا شو ممكن نسوي ولا شو الأشياء اللي نحنا ممكن نسويها طبعا منها الفنادق نحنا لوني على سيرتش بس ونكتب في السيرتش حق الأماكن هاي كلها هوتل مفروض يطلع لنا مجموعة مباني ضخمة في السيرتش طبعا أنا ما دقيت كلك لكن الفكرة يعني ونكاتب هوتل غلط ندق فنادق الفنادق هاي أكثرها ستايلها يعني بغير عن اللي نحن متعودين عليه من ستي سكاي لاين ممكن نسكول ستايل فرنسي ستايل هذا ستايل لاك لكن بما أنه منطقة ليجر وحدة من الأشياء اللي لازم نسويها أساسا أن نحطي عماير العماير هاي راح تسوي خلنا نقول ترتيب أو طبعا العماير ضخمة مظر لكن ما بتكون ويد عماير العماير بتكون متمركزة في الوسط فقط يعني ممكن نحطي هاي أربعة ستة سبعة ثمانية بالطريقة هاي عمارة نحطي علي نفس وزنها عمارة ثانية ونفس وزنها عمارة ثالثة وعمارة رابعة طبعا كل عمارة راح تطلع بشكل شوي مختلف لكن العماير هاي ما راح تاخذ منها ولا نقول ما راح نسوي لها أكثر من هاي البوايد ليش؟ لأن نحن العماير نفسها محتاجين حق الديزاين أكثر من الفعالية طبعا عندنا مساحات ويد وعندنا مباني ويد فأنا ما أتوقع نحن لازم أكثر الموضوع هني بس نسوي ممر مشاه جميل بالطريقة هاي ونسوي لنا شو حول العمارتين هاي حول العماير هاي طبعا أنا حددتهم الحين أعرف وين العماير ما لي وأعرف شو السالفة وراح يطلع مطاعم وشو وراح تطور مع الوقت الشي الثاني أبا حديقة تناسب المنطقة هاي يمينا ويسارا عندها ممر مشاه وعندنا ممر مشاه أيوة في كمية حدايق أكثر من ضخمة ما راح تكون عندنا هني هادي لهذا المكان راح يكون هو سنتر المطار وسنتر للوناسة ننزل الحين ندخل في موضوع الليجر ولا الوناسة الليجر أشكال عندنا هذا لاند مارك لاند مارك ما نبوه حاليا بس نحن كان عندنا أشياء حلوة حق الاحتفالات وهي الأمور كانت موجودة عندنا هني إن شاء الله أرد أحصل هذا دائما سبحان الله أحصلهم الأشياء يوم ما أباهم وأذكر أسمهم يوم ما بأعرف أسمهم ما تتوي معاكم ويد يعني الأسف يعني أنا تتوي بطريقة هاي اللي هي نزيل واحدة من الأشياء اللي نقدر نحطيها في المطار الأشياء نفس الساينس سنتر والمركز العلوم الحين الساينس سنتر راح ما يكون بالسهولة أني أسوي له مكان صراحة ممكن أكسر ذاك الشارع وأسوي امتداد خفيف بس أنا ما بأكسر شوارع في المنطقة هاي حاليا مزيل هذا كانت بتقعدة هني بس المشكلة إذا قعدت ورا الفنادق كيف يمكن نوفر لها خدمات مركز العلوم بالطريقة هاي يمكن والله لو تفكرون فيها مش سيء أبدا مش سيء وما عندنا أشياء ثانية لكن ما نبنيها إذا بنبني أشياء الحين هني ما بتكون هاي السوال في ستوديوم وغيرها بتكون أشياء نفس العماير الطويلة بس أكثر من العمارة اللي نحنا حاطينها ناطحة السحاب هاي لأن هاي اللي بيكونون امتداد للعمارة الطويلة مثلاً عندنا مساحة هني نقدر نحطي في المساحة إذا كان متوازية أيوه هاي العمارة هذي مثلاً وجنبها العمارة اللي تشبهها بنفس الطريقة الحين هاي العمايرة مش محتاج اشيء جنبها ترى ها؟ المعلومة هاي العمايرة مش محتاج اشيء جنبها بس اللي محتاجين، مامر مش sang من هني ليين هني وممر مش sang من الجهة هذي وممر مش verso من الجهة هاي ونشبكه في الحدائق الثانية الحين هاي السنتر شوي ليش المشكلة اللي كنت أسويها أنا قبل كنت أسحم المكان بزيادة عماير الحين إذا زحمت المكان بزيادة عماير هاي شي راح يسوي لنا إشكالية بسيطة الإشكالية هاي نبقى نحن نتجنبها قدر الأمكان أيوة هني مصمم هو يحطي له نفس جسر صغير بما أنه جنب العمارة راح يسمح لها بس هاي المنطقة لا ما سمحت لها بس خلنا نمد هاد من هني طريقة هادي ونحطي لنا حلقة وصل هني ممكن نرسها شوي زيادة عسا بتكون نفس المنطقة الثانية مرسوسها بشكل جميل بالطريقة هادي هاي عندنا العمارتين الكبار هاي اللي عنده العمارة طويلة هاي ممكن الحين نعبي هذا الفراغ بشوي محلات زيادة مش مشكلة لكن اللي كنت أفكر فيه بدل ما نحطيها سوال فنحطي لنا شو نحطي لنا عماير سكنية هني وبنحطي هني عند المستشفى بيوت ما بنحطي عماير وبنحطي اللي هو مركز صحي إلدر وينصار هذا هني طريقة تقريبا ممكن نحطيه عند الجماعة اللي هني بشكل داخلي طريقة هادي ونمد من عندها مماشي الحين لا هذا ما بننزل عند المشاريع اللي عنده الشارع بس هاذا شو بنسوي فيه بني بشير وبنحطي شير أساس يغطي على المكان لو لاحطوا للحين ما حطيت باركنكزا بس المعلومة يعني هاذا كل الحلقات اللي طلعت بس حق منه حق صديقنا المطار يعني ما كان في البال ولا كان في النية لكن اوكي شو نسوي ننزل مركز رعاية الأطفال ممكن يتمركز عند أي وحدة من المراكز هاي في زاوية ولكن ولكن أنا أشوف في زاوية المكان هذا زين لأن هاي نيرسري هاي حظانة تعتبر نوعا ما ولا تشاهد هرتكير مستشفى أطفال جنب المطار لا أنا غير مكانه نقدر نحطي مكان نفس هذا نزيل ونطلع منه شارع هذا الشارع بس مختص حق هذي المنطقة لهذا الشو المستشفى مستشفى الأطفال بالطريقة هذي وهذا طبعا ما لها أولوية نزيل هذا مستشفى الأطفال راح يخدم يعني الأطفال بشكل عام يعني نحطي وراه two parking ونحطي وراه حديقة صغيرونة حق الأطفال اللي ما بتركب طبعا أو ممكن ألغي هذا أنا بكبره لحظة نزيل ونحطي هذي طريقة هاي ونحطي لنا حديقة أطفال اللي هي هاي بيردي بلازا حق الأصغارية بالطريقة هذي ونني بممرات إذا قدرنا ما أتصور بقدر منطقة ما تساعد إنها تتلع منها ممرات ولكن احتياط أيوة نحطي فيها ممرات الحين هذا ما بيركبهني فهو صعب فنقدر نسوي لنا حركة تمويهية بالطريقة هذي إن المكان مجهز حق الأهل إنهم يبون يهالهم واللي عيالهم في المكان هذا ونحطي لهم شير مكان حق حفلات عيد ميلاد ناس مسافرة ناس ياية ناس تبهت تتم في عيالها هني بيعد في منطقة سكنية تحت وفوق ترى لا تنسون المنطقة السكنية مش بس هنا تحت تحت وفوق بهالمكانين الحين الخدمات هنا على عكس باقي المدن راح تركز في أماكن شوي مختلفة عن باقي المدن يعني شوف هذا ما يبينون أصلا عند العماير الكبيرة فيه عماير صغيرة وعماير كبيرة العماير كبيرة عبارة عن لاندمركس ننزين الحين هذا المكان مش أوكي أبدا ليش أنا بخبركم لأن شكله فعليه مش حلوه وأيوه وهذا السبب أن المكان مشوكي المكان لازم يكون شكله فنان نزيل خلنا نحطي شير خلنا نوصل الشارع عساس المشاي يمشون هو أهم شيء المكان الحين نفكر في أماكن الناس تمشي فيها إذا ما في مكان الناس تمشي فيه فالمكان بالنسبة لي لاغي حاليا ننزل الشي الثاني اللي نبن نحطي عنا مجموعة حدايق لكن الحدايق العامة ما أحسها تليق على أكثر الأماكن يعني نفس هاي بعضها يبالها يبالها رسمة كاملة ويبالها تخطيط كامل فأنتهي آخر شيء أني أستعمل هالأشياء الثانية اللي نفس البردي بلازة وغيرها هذا ممكن أن نحطي نحن هنا يعني مثلا ممكن أسوي هذا بالطريقة هذا يخلى مكان داخلي ممكن إذا استوى هذا ما براح يركب بالأسف نزيل مش لازم هذا خلنا نلغي هذا نزيل البردي بلازة نحطيه هني نزيل اللي هو ها عفوا بلون تورز نزيل ونحطي هني بعد للمشاء درب جميل عساس يدخلوا منه نحن شوفوا التركيز المدينة وايد 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 موجود فيه مبدأ المشاء وقعدها تبقى بالشكل يعني إنه يستفيدون منه هالناس بشكل فعلي لأنه هني قعد تطلع عماير وغيرها وهني شيء مواقف المطار بعدنا ما زيناها وهلما جرى وهني نقدر نحطي محلات صغيرة هني محل محلين ثلاثة لا هني ما بحطي محل هني شبك يمكن لا هني بحطي محلات عادي عند الأمن بنحطي محلات بسيطة هني ما بحطي محل هني ما بحطي محل هني ما بحطي محل عند الفنادق الاقتصادية نزيل الأشياء اللي ما سويناها في المنطقة نحن يمكن فيها شوي نسبة تحسون الخدمات عالية ولكن ها شيء نوعا ما نحتاجه نزيل بحتاج مدرسة إليمنتري نزيل مدرسة الإليمنتري راح تركب في بداية الشارع بالطريقة هاي والحين تقريبا كل خدمة قاعد أحطيها أحطي وراها شو نوع من أنواع الترفيه ولا التسلية يعني اليوم ولا هذا الوقت هذا قاعد أحطي مدرسة الناس بتتعلم صح؟ يارس أحطي ثانوية يمكن ثانوية بالطريقة هذي هني ما بين وبينهم قاعد أحطي حدايق على أساس شكل خدمي للمدينة هذي يكون مختلف عن باقي الأماكن أماكن ولا عن هاي مش مدينة عفوين ولا المطار نفسه يكون مختلف عن باقي المناطق شوية بالطريقة هذي نحن شو نحطي نحطي إحني ونحاول حطي لنا ملعب مكانا ما ملعب 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 ملعبين ما بيشتي مكانهم لأن هذا ياخذ خمسة سبوتات ياخذ خمسة بس أفضل أحطي الملعب وأحطي ورا الملعب كم من الشرع على أني ما أحط شيء أو أقعد أسوي أشياء ثانية فخلنا نحطي بالطريقة هاي الحدايق والملاعب ثيم مكان سياحي نفس هذا شوفوا شكل المكان كيف شكل المكان في قمة الرابع نزيل الحين هذا المكان قد يتحمل مجموعة عماير عمارة عمارتين ثلاثة أربع سكنيات عند أحلى خدمات موجودة هني ما عندكم مشكلة يا سوزع شوفوا السكن ما بينهم كلهم يعني حتى هني ممكن أحطي عمارة سكنية بس هني ما بحطي لنا هني فنضغ نزيل منطقة المطار فيها بعد مجموعة أشياء ثانية لكن نحن ما قاعد ينسويها فعليا يعني نحن إذن لكم إلى المباني ما للمطار في عندنا بعدنا اللكشوري هوتل نقدر نحطي غيره نزيل بالطريقة هاي عند الثاني وعندنا الإيكونومي هوتل نقدر نحطيه عند غيره وباقي الأشياء بعد زينا ممكن نحطيها لكن أنا أفضل أحطي اللكشوري هوتل واحد ثاني إن شاء الله لونا غير عند ذاك شوي غير من شوي تقريبا نفس الشي ما فرقت وايد يعني بس يبين أنه مش أمني بالمئة نفسها نزيل في هذه الحالة شو بنسوي بني بعد وحدة من الحدائق الصغيرة الطويلة أو نقدر نحطي هذا وراه بالذات ماركت لنا فندق نحطي وراه ماركت نحطي وراه بارك نحطي وراه كم من الشيرة وهذا مكانة مناسبة مني في المياه صدقوني ممكن نحطي هذا بالطريقة هذي ونقدر نحطي للممشى لو وهمي يكون بحيث أن يكون في الوسط في ممشى بالطريقة هذي نوصل المكان لمكان ليحسسكم أنه في شي لو أنه ما في شي يكون منظر يعني عام بالنسبة لشكل المنطقة يعني وفي عندنا مجموعة أشياء نفس الفناتق الصغيرة اللي تكلمنا عنها لكن ما بأحطي منها أشياء وايد الحين هذا بالذات او هذا لا أحد يقول لي مكانة غلط هذا مكانة صح أمية بالأمية أمية بالأمية مكانة شبه مثالي ما في حل شوفوا شكل المكانة صحنا كيف استوه مكان جميل ترا صار يعني حتى حتى المدارس قامت استوية زحمة على فكرة أمم المدرسة يحضرونها ستمية من ثمانمية أنتم متخيلين كمية الناس وكمية الطلاب اللي في هال مدينة ترا كمية ضخمة جدا الحين هال مدينة بعدها راح يكون فيها مترو ترا مترو أي من المطار اللي ينهني ومترو يروح المدينة الأساسية مترو هذا مترو هذا اللي فوق الأرض وفيه مجموعة أشياء هذا ممكن أحطيه جنب الباركنات اللي هني والانتنتيرمنت وممكن أحطيه جنب هذا المبنى لا أحطيه هني أفضل فنقدر نحطي المبنى هذا هني والنيبلنا الشارع ماله ولا شارع المترو نفسه ونوصله وين في المطار بالطريقة هاي طبعا وراح يتوصل بالطريقة هاي في باقي المدن هاي المدينة ما أظن بيروح الصناعية ولكن ممكن المتروات كلها واقفة أصلا والمتروات كلها غلط بس ممكن أوصله لوين المترو الثاني خلوني ما أدخل في موضوع المترو الآن عسب ما أغير موضوع الحلقة كامل إلى صيانة خطوط المترو هاد استوب هاد استوب اللي هني ما راح يضبط معي فخلوني أسوي استوب هني حطيه في المطار ونزله في المدينة لأنه ما راح تمشي معي السالفة هاي هنا الآن إذا قعد بقعد بالساعات أصلحه وما بأصلحه لأنه أصلا نظريا هالمترو المفروض أنا أسوي خطوط دائرية وأشبكهم في بعض لكن أنا خلنا نقول ما سويت أفضل الاختيارات خلنا نقول يعني بالنسبة للمترو ممكن أسوي بايباسات نفس هاي المتروات تستعملها لأن المترو زحمة بعد وايد ناس تستعملها فهني صار عندي مترو خلف المترو طبعا أردي فيه باركنات وايد ما راح أحطي باركن ممكن نحطي شيء واحدة من الأشياء الجدا صغيرة اللي مبولة واحدة منها ممكن تركب الحين لأن أنا أبا يركب ولأن أنا مش قادر أتذكر مبنى واحد صغير صح؟ خمزين إذا هاي السالفة صديقنا الأولي شوية شير والمكان الناس تمشي فيه وخلفه بيكون شو؟ في حديقة ما استعملناها في هالموسم للحين يا الله كيف ركبت حديقة هني بالطريقة هاي وجنب الحديقة هاي بعد نفس الحالة شير والطريقة هاي خل الشير مزين المكان فصار عندنا حديقات ثانية في المكان هذا كله يؤدي إلى لأشياء ثانية فهالمكان من أغنى الأماكن اللي موجودة عندنا نفس الداونتاونز نفس الساحل اللي هني مكان يعني قام يتحول إلى مكان جبار نوعا ما وهني راح تغمر المكان الفرحة والسعادة أصلا يعني هاي الأماكن ممكن أحطي فيها دكاكين نفس هذي له ليش؟ لأنه ما بقى أغطي على المكان بأشياء ثقيلة من عار ثقيل نزيل خلنا نستعمل هذا الشارع نرفعها فوق الأرض نحطيه بالطريقة هذي بالطريقة هذي ونبدأ نحطي دكاكين صغيرة في هذي المنطقة بالطريقة هذي معناه هذا الحين صار عندنا المكان مغطى بالدكاكين طبعا من الداخل بعد بالطريقة هاي معناه هاي الدكاكين بعد راح تكون حق الليجر والحق الوناس والحق العفوان السياحة بعد فراح يخدم يعني مثلا هذي شو بناله شوفوا كورنر شوب هالسوالف نايت انحانات هالسوالف يعني يبنون يعني فبالتالي الحين صار عندنا المنطقة قعد تم بناء على هالأساس يعني يعني هل هاذي شو فيها كمية سكان طيبة شوفوا والسكان موجودين فيها عايشين بسعادة وهنا على قولتهم بس ممكن نحطي الدام هني مثلا نقول هاي شوفوا عندما تروحون انتو زيارات وتشوفوا نفس البيوت هاي تحول البيوت سياحية بنعتبرها بيت سياحي مدحول عفوا سامحونا وعندنا مركز سياحي طيب بس هاي مدينة مطار ترى اللي تنسوا يعني في نهاية اليوم هاي مدينة مطار الناس اللي عايشة هني عايشة قدام مطار وحس احبت عليها اكثر ما تعبت على وائد اشياء نزيل السؤال اللي يطرح نفسه هل انا اقدر احطي نفس المطار هذاك هني شي ما اقدر هذا المطار هني وهذا الشارع اقدر احطي عليه هاي امن اقدر احطي عليه كل شي بس هني ما اقدر الا اذا اسكر الشي ولا اسوي شي ايربورت ايري انفو ايرلاين ما ليش اخباره اوف تكت انكم عشرين الف يا حبيبي يا حبيبي عشرين الف خلى تب اير اللي باه قلنا اعطيهم خصومات فنادق مدخول عالي شكل اقعيني من المطار انا مش مستوعب يعني هل هذا لها انكم بروحة مدخول عالي شوارع لا هاي الهل ضمن الاندستري هذا لا مش ضمن الاندستري هذا ممكن نظني ضمن المواصلات بيكون المفروض مكان اما ضمن المواصلات بس في مشاكل مطار اي انا محتاجي اقرع على السالفو هاي بس المطار مالنا تراحي مطار شغال توني فور سبين شوفوا عدة الطيارات بس اللي قاعد طيل اللي بقاعد تعلق على فكرة خلنا نشوف المكان وهذه البيوتر القديمة موجودة بالوسط شوفوا يا الله كلهم عماير كله فناندق فتحت المكان هذا بيكون مكان عالمي كمية الحدائق والاشياء اللي فيه رائعة جدا والله جاهد جدا الى المنتظ الحين هنين بعاد يقول له انا مو عندي شرطة معلا نظريا عنده شرطة ترا حرام يسرق سيارت شو نسوي هاي المنطقة بفكرهو جدام المطار هذي يونبهها تكسيم افرض لجوء دام المطار, وأنها منطقة المطار نفسه والناس قاعد طير leurs مستنسب لارت実 هذا الشارع التصميم في أي انش نفسه مش اظنية. شارع تصميم ابدا مش وكي. جبالة. هذا شارعين ثلاث شبارع. هذا كم شارع? شارعين رايحين شارعين ردين. نظرياً في شارعين محرض كنوا شغالين واحد ما البساطة. عند زي. هذا معناه. اذا انا احطي هنا شارع بو. ثريلين بروحها مفروض يوفر علي الزحمة هني شوي. والباصات ممكن ما ما تاخذ الأولوية هني على اساس ان الجماعة هاي الكلام يقدرون يمرون. هنزين اذا النيب عندنا روت الاكتر كنترول اس اوكي وتصرف. على اساس ما تستوي عندنا زحمة للمدينة يعني. اختصار الموضوع يعني. والدوار يتم شغله. هاي المنطقة اللي في الوسط هاي ممكن نسويها منطقة شجرية بشكل عام يعني. ممكن ايب اشجار ننزل ونحطي لهم على اساس ما تتم منطقة تحسسنا بالفراغ. ثواني. طريقة هاي لين عند المطار. منها تمنع الضوضاء عليهم. ما يكون منطقة فاضية تحسونها بس خضراء الفاضي. حطي لها برشوية. ما يحتاج هنقدر نستعملها صراحة. ما عادة ذلك ما يحتاج نستعملها. خلي الشوارع كبير وضخم حاليا. انا في اخر منطقة هني اشتغلت شوية قعدت احطي شوية ديزاينات واشياء. ولكن موضوع ما يازلي وايد صراحة. هني شوفوا. حطيت اماكن وما شو واشياء على اساس نسوي قاعات اجتماعات واشياء. وفي زوار وفي ناس سيايا رايحة على المكان. لكن ما حسيت اني احتاج اسوي اكثر لم تستوي. اقدر اسوي نفس الديزاينات على مدى الشارع كامل لان اصلا المطار. رس حسيت بستوي زحمة وايد. فقررت نوعا ما اني ما اسوي. وخاصا عندي هني دماعة وهي الشغالين. والله وايد اشياء شغالة في المطار الصراحة والمطار عليه زحمة ترا. شوف يعني مثلا كم كم. بس اندر تشوفوا كم. كم قاعدين نوصل. شوفوا الان كم ما له. الاكسبنسز اعلى من الانكم. واو. مكن محتاجين حركة اعلى في المطار الصراحة. نزين هذا معناه. وين المتر ومالنا. المتر ومالنا من مطار لازم. نزين. نتجاوز كل العقبات. ونوصلها اح. افا. نزين نوصل الان. طريقة هاي. الحين نشوف اذا توصل هني زين. معناه في نكتة تطلع من الها هني توصل للمطار ما راح توصله. نشل الشارع. نشل هذه النكتة. ناخذ التول هذا. طريقة هاي. هذا السالفة اني اقعد ساعة اسوي لين انا متعايز. فانا اسف. هذا بيوصل الى هالمحطة. المحطة توصل وايد اماكن. هاي محطة الجامعة شوفونا. هالمحطة اللي موجودة في الجامعة. بتوصل وايد اماكن الحين من المطار. هاي مفروض تخدم المطار خدمة يعني. تفضي زحمة طيبة هني موجودة في المطار. يا الله يا كريم. ويت قاعدنا وقت في المطار. انا احس نحنا على عقبات هاي المنتهين. نحنا على عقبات نهاية السلسلة. لان ما احس حللت السلسلة. وما احس ان في الاشياء الضخمة اللي ممكن نسويها اكثر. بشكل ضخم وايد يعني. بعدين المدينة ما ما صارت بالخطة اللي انا صراحة وايد اتمنيتها. ما عارف اذا بكملها ولا لا. ولكن اتصور لنا لقاء في الفيديوهات قادمة. مهم مشكورين على متابعة هاي السلسلة. كان معكم خليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.